لنقاش هذا الملف ينضم إلينا عبر رقمار الاصطناعية من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي حسين السبعوي أهلا بك كما وينضم معنا عبر الهاتف من بغداد أستاذ العلوم السياسية الدكتور قحطان الخفاجي إذن نبدأ معك أستاذ حسين سبعوي عن هذه الأمطار التي تكشف ككل مرة حجم المأساة التي يعيشها العراقيون كيف تقيمون الواقع الخدمي في العراق في ظل غرق المحافظات في كل موسم أمطار يعني أنا أعتقد أننا عندنا مشكلة في العراق في البنية التحتية لمواجهة مثل هذه السيول نحن في الشتاء تكون عندنا وفرة مياه وفي الصيف نتباكع على شحة المياه هذه المشكلة لا يمكننا معالجتها إلا بالسدود اليوم العراق بيأمس الحاجة للسدود للاستفادة منها في فصل الصيف وليتجنب مثل هذه الكوارثة التي تحصل ثانيا أنه الجسور وموعدة من بنائها أيضا لم يكن هناك إشرافا هندسيا دقيقا وكناك نزاهة في الأداء ولهذا سبب كثير من الجسور جرفتها المياه فنحن اليوم حقيقة أمام عملية فساد كبيرة جدا لا تراعي المشروع الوطني ولا تراعي مصلحة الوطن التي يجب أن تقدم على جميع المصالح للأسف نحن نتباكى في الشتاء من السيون وفي الصيف نتباكى من شحة المياه وأعتقد في هذه الطريقة سنبقى نتباكى وفي الشتاء تجرف بيوتنا وفي الصيف تجف مصالحنا الزراعية وإلى آخره هذه قضية يجب أن تعالج على مستوى الدولة وليس على مستوى وزارة أو مستوى مسؤول شخصي واحد دكتور قحطان العراق بحكوماته المتعاقبة يمر دائما من إخفاقات إلى إخفاقات أكثر شدة هنا في هذا السياق كيف ترى تعاطي مسؤولي المحافظات من الكارثة هل كانوا على مستوى الحدث من وجهة نظريكم دكتور دكتور قحطان هل تسمعنا يبدو أن دكتور قحطان ليس معنا في الهاتف سيد حسين ترى أن تعاطي المسؤولين مع هذه الكوارث التي تحل بالعراق هم على مستوى المسؤولية لا بالتأكيد ليس على مستوى المسؤولية وهناك اتهام لهؤلاء المسؤولين في فرق بين على مستوى المسؤولين وبين هناك اتهام لهم هناك اتهام واضح بالفساد الفساد اليوم في العراق انتشر أفقيا وعموديا يعني على مستوى القيادة وعلى مستوى المسؤولين الفساد منتشر ومستشري وأصبح سرطان ولكن للأسف ايضا انتشر أفقيا في مؤسسات الدولة باعتبار من أصغر الموظفين إلى أعلى الجهات الحكومية في الدولة هذا الفساد اليوم هو السبب فيما نحن فيه من كوارث سواء على مستوى البنية التحتية من فيضانات مما حصل في نينوة من قلة جسور قلة طرق قلة تعليم قلة مدارس اليوم الفساد في العراق حقيقة أصبح منتشر وأصبح سرطان كبير على مؤسسات الدولة لكن نبقى نقول سببه هي القمة الموجودة والسلطة الحاكمة في البلد لأنها هي المسؤولة على منع الفساد هي مسؤولة على محاربة الفساد فكيف بها إذا كانت نسبة كبيرة منها أو الغالبية هي متهمة بالفساد نعم نعود من جديد ربما لضيفنا عبر الهاتف من بغداد أستاذ العلوم السياسية الدكتور قحتان الخفاجي ونسأله عن الحل الذي لجأت إليه الجهة الحكومية من خلال إخلاء القرى من السكان تجنبا لتكبد خسائر بشرية كيف تقيمون هذا الحل؟ ونسأله عن الخفاجي القطاع والسؤال يبدو أنك لم تسمع السؤال ربما نعود لضيفنا عبر الأقمار الصناعية ونتحدث عن هذا الحل أستاذ حسين نعم عيد السؤال أحل الجهات الحكومية من خلال إخلائها للقرى والأماكن التي تمر من خلالها هذه السيول يعني طبعا هذا أدنى الحلول لأنه إذا أهل القرى لو بقوا في هذه السيول ممكن أن يغرقوا ولهذا سبب هذا يعتبر أدنى الحلول ولكن هل هو حلا يليق بالعراقيين بدولة تمتلك من الموارد المالية وموارد النفطية والمواد الأخرى بهذه الحلول؟ هل كل ما يعني تمطر في العراق أنه هل القرى يتركون سكنهم؟ هذه ليست حلول ولكن على مستوى أن تكون هناك يعني كارثة موجودة فلا بد أن يستخدمون أدنى الحلول وإنقاذهم قبل غرقهم نعم سيد حسين يعني هذا الإخلاء الذي قامت به الحكومة لبعض القرى هل تعتقد أنه سيزيد من أزمة النازحين المتفاقمة أصلا؟ أم أن هناك ربما تكون حلولا موضوعة لهذه الظروف من قبل الحكومة طبعا؟ لا أعتقد أنها ستزيد الأزمة نعم وستزيد الطيم بل أنا أقصد اللي أريد أن أقوله في العراق لماذا نستسهل مشكلة الفساد وبنيتنا التحتية يعني هي متهالكة وتعبانة؟ يا سيدي من يستسهل الدماء ويستسهل أرواح العراقية سيستخفي قضية الفساد تعتبر الفساد المالي والإدارة هي قضية ثانوية من استحل دماء العراقي لا يمكن أن يصلح الفساد وعندما يتورط في الفساد يعتبرها قضية ثانوية كثير من هؤلاء تورطوا بالدماء وكثير من هؤلاء مسؤولين على التهجير نفسه فاليوم عندما نتكلم عن الفساد وعن زيادة المهجرين والنازحين وإضافة مشكلة أخرى هذه المشاكل بالنسبة لنا نراها كبيرة ولكن يرونها صغيرة جدا نعم نتحدث أيضا عن الإخلاء المؤقت وتبعاته لسير حياة المواطنين واستمرار مشاغلهم اليومية يعني لا تنظر أنه هو أعتقد هذا أيضا باب من أبواب الفساد عندما نشرت وزارة الهجرة تقريرها عن حجم الفساد وعن المخيمات الوهمية لموجودة في العراق وحجم فسادها أعتقد أن هناك بعض الجهات تستفاد من هذا الهجرة لأيضا تصنع لها فواتير جديدة وأصولات جديدة وهو باب أيضا من أبواب الفساد أنا أعتقد العراق يعيش مشكلة كبيرة جدا مشكلة وأصبح طامة هي إضافة للفساد هو إدارة الدولة اليوم الفساد واحدة منها ولكن إدارة الدولة في العراق هي لم تعتمد أسس المواطنة في إدارة الدولة لم تستفاد من الكفاءات وأصحاب المهن في إدارة الدولة لبناء بنية تحتية اليوم إذا أسس المشكلة هو في إدارة الدولة هل يعقل أن العراق يدار على أسس طائفية أو أسس عرقية أو مذهبية وهو بلد متنوع أسس المشكلة هي هذه ما لم تعالج أسس المشكلة تبقى هذه المشاكل الأخرى التي نتجت من هذه المشكلة طيب أستاذ حسين أين مخصصات المحافظات إذن؟ إذا كانت المحافظة تغرق من سيول ربما تكون سهلة ويسيرة بالنسبة للسيول التي تحدث في عدة مناطق من العالم أين مخصصات المحافظات إذن؟ يا سيدي مخصصات المحافظة من بغداد في طريقها إلى أي محافظة أخرى أكثر من خمسين بالمئة من المبالغ هي بسروقة قبل أن تصل إلى الأشخاص الثانويين إلى المقاولين وإلى المدراء هذا المشكلة هذا هو الفساد يعني الفساد اليوم لو كان هناك رقابة مع العلم توجد مؤسسات رقابية اليوم نحن عندنا في العراق في قصة يعني في مشكلة توجد مؤسسات ولكن القائمين عليها فاسدين اليوم عندنا ديوار رقابة عندنا لجنة نزاهة عندنا دوائر يعني متابعة سواء كانت مستقلة أم تابعة لوزارات عندنا كل شيء عندنا برلمان ولكن القائمين عليه فاسدين فإذن الميزانية عندما تصل إلى المحافظة نسبة كبيرة منها ستذهب إلى المركز وإلى القائمين عليها عندما تصل إلى المحافظة سيقوم بها المحافظة وإعضاء المجلس وإلى آخر من الفاسدين باستقطاع ما يرغبون منه وهكذا لن يصل إلى العراقين إلا النزر النزير ثم يأتي المقاول وأيضا تفرض عليه بعض الضرائب وبعض الأتاوات كيف سيقام هذا المشروع كيف سينتج المهندس المنفذ أو المهندس المشرف على مشروع مقدر له ربع المبلغ لا يمكن فإذا نحن نرجع ونقول المشكلة نعم الفساد ثم الفساد والفساد في العراق أفقي وعمودي ولكن الأكبر من الفساد هي كيفية إدارة الدولة في العراق ما لم تعالج هذه تبقى هذه الكوارث اليوم كارثة فساد بكرة كارثة أمنية وراها كارثة نازحين وتبقى هذه الكوارث وننشغل فيها القضايا الفرعية وننسى أس المشكلة وهي إدارة الدولة لا بد من إدارة الدولة على أسس المواطنة اعتماد أسس المواطنة في إدارة الدولة سيتساوى العراقين لا يوجد عراق درجة أولى وعراق درجة ثانية لم نجد أثر للطائفية للعرقية للمذهبية للمناطقية بهذه الطريقة سيتعافى العراق ومن ثم يستطيع أن يعالج هذه المشاكل نبقى في تعامل الحكومة مع هذه السيول أستاذ حسين سبعاوي كانت هيئة الأنواء الجوية هذرت من سيول قادمة من إيران خلال الأيام القليلة المقبلة برأيكم إذا كانت الهيئة تتنبأ بموجة الأمطار والسيول ما مدى استعدادها لمواجهة تبعات هذه السيول يعني أولا إيران في الشتاء تطلق علينا السدود والمياه وفي الصيف تقطع علينا الأنهر وتصيبنا الجفاف يعني لا يأتينا من إيران إلا ما هو شر أما بالنسبة للهيئة فهي مشكورة أنه استطاعت أن تنبه يعني لو لم تنبه تكون الكارثة أكبر لكن هل هي لديها الاستطاعة؟ اليوم مواجهة الفيضانات تحتاج إلى معدات كبيرة وتحتاج إلى السدود وتحتاج إلى مشاريع اليوم إحنا العراق سواء كانت روافد مائية أم قنوات مائية جميعا معطرة وتعمل في فوضى لم تعمل بخطة على مستوى أثناء شحة المياه كيف ستتعاملون نسبة المياه كيف ستطلق هذه كلتها مغيبة نعم أستاذ حسين هناك من ربما يحمل إيران مسؤولية تصريف المياه الزائدة نحو العراق هل ترى أن هذا السبب هو أحد الأسباب الرئيسة التي دفعت لمياه الأمطار أن تتحول إلى سيول وبالتالي تغرق عدة مناطق في العراق أنا أعتقد هذه واحدة من الأسباب الأسباب الرئيسة هي غياب البنية التحتية تدمير البنية التحتية لو حافظنا عن البنية التحتية القديمة أيضاً ممكن أن نعالج لكن إيران هي واحدة من الأسباب فيما يخص ديالة وفي مناطق دجلة باتجاه مدينة ميسان والبصرة لكن ماذا هو في الموصل الفيضانة التي تحصل ما هو دور إيران في الفيضانة التي تحصل في صلاح الدين وفي الشرقات وفي المناطق الأخرى لا علاقة لإيران بهذا مشكلة في البنية التحتية مشكلة في الجسور المشكلة غياب السدود المشكلة في إدارته هذه هي المشكلة فإيران نعم هي واحدة من المشاكل لكن فيما يخص شرق العراق مناطق الديالة زرباطية مناطق الكوت هذه المناطق التي تحاد إيران نعم إيران تطلق عليها المياه ومعلوم أن إيران تهم مصالحها وتهم دولته ولا تبالي بالعراق سواء كان حليفة أم كان تابع لها هي ما يهمها أنه تحفظ على مصالحها فقط شكرا جزيلا لك ضيفنا عبر الأقمار الاصطناعية الأستاذ حسين السبعوي الكاتب والباحث السياسي كنت معنا من مدينة إسطنبول للتركية